لما تروح مناسبة فيها مجموعة من الناس زي مقابلة عائلية أو فرح ولا حتى خروج عادية مع أصحابك أحياناً بتلاحز قريبك أو صاحبك اللي ما بيهداش إلا لما تكون كل الأنظار متوجهة إليه سواء بقى بيغني ولا بيلقي خطبة عصماء مش في محلها خالص أو بيهزر بصوت عالي ولا حتى بيتشألب وماشي على الحيط مش مهم اللي بيعمله بس المهم إن كل الناس تاخد بالها إنه حضر وتاخد نفس عميق بعد ما يمشي وكأنهم يدوب لسه فاصلين فشة المكنسة وأخيراً هيستمتعوا بالهدوء ويقولوا ياه الحمد لله يا أخي خد الهيستيريا في إيده وراح الشخصية الهيستيرية خلينا في البداية نقول إن اللي بنتكلم عليه هنا هو الطراب الشخصية الهيستيرية مش مرض الهيستيريا اللي ممكن يكون مصاحب لأمراض نفسية وعقلية نتجة عن خلل كبير وإنما كالطراب في تكوين الشخصية نفسها شوية لخبطة حصلت أثناء عملية التربية خلت الشخص دا يتصرف كما لو كان مريض بالفعل الشخصية الهيستيرية حسب نظريات مدارس علم النفس المختلفة لو بدأت تقر عنها هتلاقيها بتتميز بحاجات كتير ومظلومة أحياناً حتى من المعالجين نفسهم واللي يفترض فيهم الحياد والتقبل لكل الحالات والأمراض والمشاكل اللي بيقابلوها إلا إن فئة كبيرة جداً من المعالجين بيتعاملوا مع الشخصية الهيستيرية بشيء من الزهق وده في حد ذاته كفيل بإنه يزيد الحالة سوء زي ما هنشوف بعد شوية أول حقائق اضطراب الشخصية الهيستيرية بتقول إنه أكتر شيوعاً في النساء عن الرجال علماء النفس هم اللي بيقولوا مش أنا الشخصية الهيستيرية هي شخصية جعانة للاهتمام طول الوقت ما بتحب اشتفارق المسرح والأضواء أبداً والمسرح هنا مش بس مقصود به الممثلين يعني وإن كانت الفئة دي هم أوضح مثال للشخصيات الهيستيرية وإنما القصد إن الشخص الهيستيري طول الوقت بيحس بالحاجة لإنه يكون متشاف محل متابعة وإعجاب وتقدير ومتح وده يعتبر أكبر مفاتيح شخصيته اللي تقدر من خلاله تفتح مداخل الشخصية دي وتمتلكها أو تقفلها في الشكل الأبد لأن الناس ذي لما بتقفل من حد صعب تسمح له بالدخول مرة تانية الشخص الهيستيري هتلاقي أغلب الوقت مهتم جداً بالشكل والمظهر لفسي فخم وملفت ألوان فقعة بيرفوم واضح من على بعد كيلومتر إكسسوارات وحاجات بروبرو وشخليل وميكب فائع وفضل شوية وتعلق لك فرعين نور فق دماغك عشان تشوفها وتنبهر وتقول يا أرض حفظي ما عليك أو أي حاجة معصرة أفضل من الكومنتات البلدي دي غالباً بيكون الطراب الشخصية الهيستيرية مصاحب لشخصيات جميلة شكلاً وحتى لو حظها من الجمال متوسط أو قليل بتحاول برضو تهتم جداً بالشكل والمظهر والميكب وإبراز نقاط تفوقها سواء كان المجال مفتوحة ولا لا يعني لو رايح فرح مثلاً فالطبيعي إنك هتقبل كل الناس هناك في كامل شياكتها وناس لابسين سواريهات وميكب وحاجة في منتهى الفول أوبشنز يعني إنما مثلاً وانت رايح الجامعة بالنهار مش منطقي خالص تلاقي ميكب فاقة ولو رايح عزومة غادة عائلية مش منطقي برضو تلاقي حد لابس سواريه في عز النهار ده غادة عادي لعامة الشعب يعني مش مع الأسرة الحكمة في الأسر الملكي مثلاً طب ولو حبينا نستكشف الشخصية دي بعيداً عن الشكل والمظهر هتلاقي برضو مازال يبحث عن الظهور والأضواء وبيستخدم أي نقطة تفوق عشان يظهر من خلالها للنور فتلاقيه أول ما يقدم لك نفسه لو هو مثلاً صاحب مهنة مرموقة أو حتى خريج مجال عادي بس قدر يتقدم فيه ويكمل دراسات عليا لا يمكن يقدم لك نفسه باسمه فلان فلاني حاف كده لا ده لازم يقولك أنا الدكتور فلاني أول باش مهندسة بنت الدكتور أو المهندسة فلانة خريجة هندسة الزائزي فرع شبرا قسم كهرباء هو الكهرباء مش مناسب للستات قوي بس أنا بصراحة قدرت أتفوق فيه والدكترة من إعدادي هندسة قالوا لي أنت هيبقى لك شأن عظيم في الكهرباء وحالياً خلصت ماجستير ومشى في الدكتوراه وحضرتك لا والله أنا مواطن عادي جداً أعيش وأتعايلش يعني والحياة أني ممكن ما قابلتش ده غير بين الأشخاص العرب وغالباً المصريين أنا أممكن اتعاملت مع ناس من جنسيات مختلفة كنا وقت التعارف بنكتفي بذكر الاسم بس وذكر المهنة مش بيكون وارد في الحديث إلا إذا تم السؤال عنه بشكل مباشر ولهدف المال مش في المطلق كير وتبقى وعيتك سودة لو اتجرأت وتبجحت وقلت أي معلومة عابرة ملهاش أي 30 لازمة تخص مجاله من قريب ولا بعيد تبقى فتحت على نفسك محاضرة فمثلاً تبقى بتتكلم وتقول والله الولدة تعبت مبارح وودتها للدكتور كان ضغطها عالي ومصدع تلاقي نط في قلبي الكلام بيقولك هو الصداع كان في رأسها من قدام ولا من جانب واحد بتاكل موالح بتاخد الدول فلاني حالة القلب تمام أصلاً أنت ما تعرفش الضغط ده بيكون سبب وكذا وكذا وغالباً الدكتورة اللي شخصها لك ما بيفهمش عشان ما طلبش رسم قلبه وصنار رباعي واختبار حمل إيس على ذلك يا مؤمن كل معلومة ممكن تكون عابرة جداً بس هتلاقي ورها محاضرة ملاش أي 30 لازمة ولا ليها علاقة بالتجم وعلنته فيه أصلاً بس وكان لازم يظهر وخلاص ويا بختك الماي اللي هو قاعد في إيده على السوشال ميديا وتبقى أنت بتقلش وهو فتح قناة التليجرام وبيلقي محاضرة عن شعب الجهلاء اللي حضرتك بتتزعمه وهو شايف أنه لازم وحتماً ولابد يرجعك عن اللي في دماغك يا جاهل يا عدو العلم والمتعلمين أمثاله الأغرب من كده أنك على أرض الواقع ممكن تلاقيه خرج من مجاله العلمي ده أصلاً وراح في سكة تانية خالص يعني ممكن تقابل خريج طب أسنان مثلاً وعمل كارير شيفت بعد ما ورث من مبابا مطعم مثلاً وساب الطب من سنين ويمكن ما اشتغلش فيه أصلاً وقرر يكمل استثمار الوالد بس في كل مناسبة لازم يقدم نفسه بأنه الدكتور فلاني فلاني هو هنا بيستخدم اللقب كوجهة اجتماعية ملاش أي مدلول وظيفي بس هو أي حاجة تخليه أرض عليك خبراته العلمية اللي أنت ما طلبتاش أصلاً وخلاص ولو بعيدنا شوية بس مش كتير يعني عن الشخصية الهيسترية هتلاقي إن ده في قطاعات أعمال كتيرة جداً بيسبب مشاكل كتيرة داخل مجال العمل الواحد وبيكون الشكل العام للمشكلة يبدو كما لو إنه صراع علمي بحت وتمسك من كل واحد بمجاله ومهمه ورفض التدخلات غير المتخصصين فيه إلا إنه أحياناً لا يخلو من بعض الهيسترية فمثلاً الصراع الأزلي بين الأطباء والصيدلة واللي بيشوف الأطباء فيه إن الصيدلي ما هو إلا بقال بيبيع أدوية ومالوش حق يفتي ويوصف بديل مناسب للعلاج اللي كتب الدكتور وبيعتبر أي تدخل من الصيدلي هو تعدي مباشر على مهنته كطبيب بينما مهنياً المفروض إن الطبيب يشخص المرض ويكتب وصفه طبية وبناء عليها ممكن الصيدلي يحدد العلاج المناسب وخصوصاً إن شركات الأدوية بتوفر بدايل كتير بنفس المادة الفعالة باختلاف الاسم التجاري بس ولكن ممكن يشكل سبوبة سواء للتكاترة اللي بتعاملوا مع شركات الأدوية وبياخدوا منهم هدايا ومؤتمرات بناء على النسب وصفهم الأدوية معينة أو الصيدلة اللي بيبيعوا الأدوية دي بالفعل والغريب إن الصراع ما بين الدكاترة والصيدلة غطى على الصراع الأكبر واللي المفروض يكون قائم بالفعل بين الصيدلي وما يسمى مساعد الصيدلي ودي وظيفة استحدثها الصيدلة اليومين دول توفيراً للنفقات فبدل ما يجيب معه صيدلي تاني يساعده صيدليته بقى يجيب مساعد خريج أي حتة ويبدأ يشغله معه وبتبدأ المصيبة لما المساعد ده نفسه يبدأ يفتي ويكلمك في بداية أو تروح تطلب منه علاج للكحة عند الأطفال يوم يديلك أي حاجة قد لا تتوافق مع نوع حساسية معين عند طفلك والأمثلة على كده كتير ويسع لكده علاقات كتير بين أفراد فرق عمل بتكون لهم مهام متقربة ومتكاملة وكل واحد منهم شايف إنه أحق بالشغلانة وأعلم بأصولها كذلك مثلاً لو شفت فريق عمل علاج نفسي هتلاقي الحرب دايرة على آخرها الدكتور شايف إن خريجي الأداد ده أخره يملأ استمرارات وياخد بيانات المريض وما ينطقش اسم مرض ولا دواء ولا يدعي إنه يعرف أي حاجة عن العلاج النفسي وكأنه كان بيدرس في معد السكة الحديد بس جيل مجال بالغلط والأخصاء النفسي شايف إن الدكتور أخره يكتب رشدة وما يتكلمش في العلاج والجلسات والاستراتيجيات لأنه باختصار درس الطب إنما ما قعدش يدرس مدارس علم النفس في أربع سنين زيه غير الدورات والديبلومات وفي الحقيقة إن القواعد المهنية بتقول إن عملية العلاج النفسي لا يمكن تستغنى عن حد منهم بس كل واحد في مكانه سواء التشخيص أو العلاج وما يقللش أبدا من دور واحد منهم إنه يتكامل مع التاني والمصيبة برضو إن الخلاف ده مش في محله واللي مفترض إن يكون بين ممارسين العلاج النفسي المتخصصين سواء خصائيين أو ده كترة وبين ممارسين الدجل والعلوم المفتكسة اللي بتطلع كل يوم إيش علاج بالطاقة وإيش علاج بالزلط ومشابك الغسيل وإيس على كده بقى المهندس والمقاول والمساح والمشرف ده كترة الجلدية في مقابل أي حد عبر سبيل دلوقتي فتح بيوتي سنتر ومسمي نفسه خبير علاج الشعر والبشرة وبيوصف كوارث علاجية ممكن تؤدي لتشوهات لو بيتعامل معها بدون علم وأكيد كلنا بنسمع عن مراكز التجميل بالليزر اللي بينتج عنها أحيانا حروق نتيجة إن اللي شغال على جهاز الليزر ممكن يبقى ممرضة أو حتى أي بنت موظفة ما عنداش أي معرفة عن الليزر والمشاكل الجلدية إلا إن الدكتورة اللي تلاهم سكي الجهاز كده وشغاليه كده وشكرا وكذلك هتلاقي الميكانيكي اللي شايف نفسه مهندس بس من غير شهادة ودكتور العظام في مواجهة أخصاء العلاج الطبيعي والجماعة بتوع العلاج بالعطارة والأعشاب والحساسين في مقابل الدكاترة بتوع الأدوية الكمائية التي فيها سم من قاتل من أهل العلم نفسه في محاولة منه لاكتساب قيمة ومكانة يظهر بيها ويلفت الانتباه ويقول أنا هو وده بدوره هينقلنا لجزئية تانية في كلامنا عن الطراب الشخصية الهستيرية الشخص الهستيري في العمل يشتغل إيه وإيه المجالات اللي ينجح فيها الأشخاص أصحاب الطراب الشخصية الهستيرية هتلاقيهم دايما بيكرهوا الوظائف الروتينية وبيعتبروا السبات على أي حاجة أصلا هو قتل نيهم والمواهبهم العظيمة الغير موجودة على أرض الواقع لأن الهستيري في الحقيقة هو شخص سطحي غير قادر على الغطس إلى الأعمق فتلاقيه دايما بيتنقل من شغلنا للتانية كتير وما بيقدرش يستمر في وظيفة معينة للنهاية معينك لو نقشته هتلاقيه عنده أفكار إبداعية ومتجددة إلا أنه غالبا ما بيكملش في حاجة للنهاية لأنه بيتململ بسرعة وأغلب الأشخاص الهستيريين ما ينفعوش خالص في شغلنا فل تايم أو وظيفة مكتبية رتيبة هتلاقيهم دايما بيميلوا للوظائف اللي تخليهم متصدرين للمشاهد فتلاقيهم موظفين ريسبشن في مواجهة الجماهير منظمين حفلات واستعرضات ممثلين ومغنيين ولعيب الكورة ومضيفين حتى على السوشال ميديا هتلاقي منهم مشاهير بدون مبرر واضح يعني الواحد له سياسي ولا رياضي ولا كاتب ولا أي ابن لزينا بس بيكتب بوستات حلوة ويهزر ويعمل جوه فتلاقي عنده آلاف الفولوورز وملايين اللايكات والشير لمجرد انه فصيحه بيعرف يقلش والكلم كويس لو دماغك راحت لليف بالي انا هزعل منك قوي ورغم ان الشخص الهستيري بيكون متصدر للمشهد بدون خبرة حيائية زي ما قلنا ولانه بيسعى دايما للظهور فتلاقيه بيدي نفسه اهمية عظيمة كده بدون أيوتها مبرر وده اللي خلى واحد مغني اكتسب كل شهرته من تشجيع الجماهير واكل عيشه كله من مبيعات اغنيه وحفلاته يعني اصلا الجمهور وصاحب الفضل الاول عليه خلاه يتعامل مع واحد من الجمهور ده بمنتهى العنجهية ويقول له انت جامد يعني ولا معاك وسطة وهو انت بتحبني وكل الناس دول بيكرهوني لمجرد ان الشاب الفسك اللي دفع تمن التذكرة ووقف الصفوف الاولانية اتجرأ وطلب يتصور مع فخمته بدون وسطة وتعالوا نتكلم عن الشخصية الهستيرية في العاطفة الحب والجواز الاشخاص الهستيريين بيتميزوا دايما بازهار قدر مبالغ فيه من العواطف والانفعالات هما بيفرحوا قوي وبيزعلوا قوي وبيميلوا لعرض مشاعرهم اغلب الاوقات وتهويل الامور وتضخمها لدرجة انهم ممكن ما يقدروش يلموا اللي تبهوأ منهم ده بعد كده والاشخاص الهستيريين جزابين جدا للوهلة الاولى بعكس اذا استمرت العلاقة لفترة اطول بحيث تخلي اللي قدامهم يكتشف حجم الخواء الداخلي الفراغ اللي جواهم انهم عالم فضية مقارنة بالمظهر الجزاب ومن الحقيقة العجيبة عن اطراب الشخصية الهستيرية انها تبدو جزابة جدا للجنس الاخر في مقابل برود جنسي ملحوظ بيؤدي دايما لفشل علاقتهم الزوجية يعني تلاقي البنت بتتخطب كتير وما بتوصلش للجواز ولو اتجوزت بتطلق اكتر ممر وده لانها غالبا مع فرط العاطفة اللي شرحناها فهي شديدة الحساسية والهشاشة النفسية بشكل بيخليها اكتر عرضة للاحباط ومع تكرر الفشل العاطفي فبتاخد قرار بدفن العواطف تماما ولبس قناع البرود كشرنقة تخفي وراها الضعف والشخصية الهشة وعلشان تمنع نفسها تقع في علاقة هي عارفة انها هتنكسر في اخرها وده للأسف الوجه الاخر للعملة فتلاقي ورا الشخص المزعج اللي بيقلب الدنيا ويعمل دوشة ويقف يتنطط قدام الكاميرا بيستخبى شخص محطم متكسر ونفس الدنيا كلها تحضنه والطبطب عليه وده اللي بيخلي محاولات علاجه احيانا بتفشل لما يقع في ايد معالج صلب شوية في تعاملاته فيبدأ يشجعه انه يستقوى وما يعتمدش على تسول الانتباه طول الوقت ممكن المعالج النفسي يجرحه فيخليه انسحب ويقفل على مشاكله اكتر ويغطي عليها اكتر واكتر بالمنظرة والادعاءات الكذابة اللي بتخبي وراها حالة من عدم النطج العصبي والعاطفي ورغبة طفولية في جذب الانتباه بس هل الشخصيات الهسترية ملهاش علاج؟ ليها طبعا وعلاج الطراب الشخصي الهسترية بيعتمد في المقام الاول على الجلسات النفسية على ايد شخص متخصص ماهر يقدر يدخل لعمق مشاكل الشخص المضطرب ويسحابه منها ويبني معاه شخصية جديدة قوية لا تعتمد على انتباه الاخرين ويخليه قادر على بنا نفسه بعمل حقيقي طيب احنا نتعامل مع الشخص الهستيري ازاي؟ على قد ما هو مزعج وسهل تحرجه وتخلص منه ومن الصداع اللي بيسببه حواليه ورغم شوية النرجسية اللي جواه واللي بتخليه حساس للنقد ومش بيتقبل التوجيهات بسهولة الا انه شخص غير مؤذي في حد ذاته وزي ما قلنا بيستخبه وراه شخص ضعيف وهاش متعطش للحنان والاحتواء وبيحب الطبطب والاهتمام والمتح لو قدرت تدخله من المدخل ده اتبقى كسبته تماما ولو عاوز تنمي شخصيته تقدر تمدحه في جوانب ضعفه الشيء اللي هيلفت انتباهه ليها ويخليه يسعى لتقويمها فمثلا زي ما قلنا الزوجة الهستيرية ممكن تلتفت لجمالها ومظهرها ومكياجها بغض النظر عن اولادها وبيتها فلو انت ناصح ومدحت طبيخها اللي هو اصلا كان حاجة عبارة عن مهلبية بطيخ بالجنبري هتلاقي الشيف شيربيني قاعد عندك في البيت في ظرف شهر وده لانك تفهمت رغبتها في الاهتمام والمتح وديت لها احتياجاتها الشيء اللي بيفجر عندها كل العواطف اللي كانت بتخبيها خوفا على نفسها من الجرح اللي ممكن تكون اتعرضت له قبل كده من كتر انتقاداتك لها والمقارنات اللي كنت بتقارن فيها بينها وبين واحدة كنت خطبها قبل كده ولا اخوتك البنات وبنات خلاتك وكانت السبب في موجات الغباوة السبقة اللي ملاش اي مبرر او اللي انت مكنتش فاهم لها مبرر طيب ازاي تخسر الشخص الهستيري اهمله وجهه بحقيقته وانه اراجوس بيمثل وبيتسول الاهتمام لما تلاقيها بتعيط طنشها واتيامها انها بتمثل وان شويتين دول ما يدخلوش عليك بس احب انبهك ان طريق خسارة الشخص الهستيري غالبا ما بيكون اتجاه واحد وملهوش رجع هتفقده للابد وما تفكرش ترجع بعد ما ضربته في الاعماق ومنعت عنه اهم احتياجاته وبدل ما تلبي رغبته في الاهتمام وانه يكون متشاف حقرت منه وقزيته في النهاية خلينا نقول ان حب الظهور والميل الاستعراضية ممكن يكونوا عند كل الناس بنسب متفوتة الطفل الصغير اللي بيرضع لو التفت بعيد عنه هتلاقيه بيلاغ ويعمل اصوات عشان تنتبهنه كلنا محتاجين نتشاف ونتقدر ونلاقي اللي يحس بينا ويشجعنا ويمدحنا وان كان احتياجنا ده بنسب متفوتة فما فيش اي مبرر ابدا يخلينا نستبعد شخص بناء على ان احتياجاته اعلى مننا شوية او ان استعراضيته بتزعجنا احيانا ده غير ان الشخص اللي تقدر تكسابه بسهولة وبشوية اهتمام ومرعالة طبيعته وكمان تقدر تدفعه للنطج والابداع والانجاز تخسروا ليه وادمتم اصحاء نفسيا ونشوفكم على خير ان شاء الله